اشتركوا في القناة ونحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن كين حالة في ولاية برج بوريريج كين حالة في ولاية تلمسان وكين حالتين في ولاية غردايا وحالة في ولاية وهران نعلم أن عدد المترشحين هو 180 ألف 180 ألف مترشح متنافس على المجال الشعبية البلدية والمجال الشعبية الولائية ولذلك الأرقام من التدخلات إلى حد الآن بما فيها ما نعتقد أنه يبلغ للنائب العام ما زال في نظرنا مقبول للغاية ولعله قارينة قاطعة على أن العملية الانتخابية تمشي بشكل مقبول للغاية خاصة وأن جل التدخلات كانت تمس مسائل أولا في بدايتها وثانيا كانت تجاوب معها غالبا إيجابي أن نسبة المشاركة في الرقابة هذه المرة لاحظنا أنها ظاهرة ومرتفعة وهذا أمر أيضا يدفع إلى التفاؤل لأنه ينم على حس وحرص على أن مهمتنا في الوصول إلى الانتخابات مطمئنة ليس انشغالنا وحدنا بل هو في الميدان العملي انشغال الطبقة السياسية أيضا وهو أمر لابد أن ينوه به